موسيقى 26 عاما ونصف العام متوسط سن زواج المغربية مقابل 31 عاما في أوساط الدكور بنحو 10 سنوات إضافية ارتفع معدل سن الزواج الأول بالنسبة للجنسين عما كان عليه الحال في ستينيات القرن الماضي معطيات إحصائية تفسرها مجموع التحولات التي عاشها المجتمع على امتداد أربعة عقود أول عامل كان هو الدراسة فإتمام الدراسة والمصار طويل الدراسة اللي ما كانش عليه الأمر سابقا باش يمكن الإنسان إن الوضعية الشماعية وإن المهنة تغير وبالتالي السن ديال الزواج والتي سعتل بضعة أوقات مقارنة مع السابق نقطة تانية كين مجموعة ديال المهارات اللي ولتي بالإنسان النخص يكتسبها بتكون شخصية دياله مقارنة مع السابق لأن الإنسان غد يدخل وغي يعتمد على نفسه في إطار أسرة نوية شيء اللي ما كانش متطلب يعني في المرحلة السابقة الإنسان في أي مرحلة عمرية تيمكن له يتزوج وبالتالي ما غير تحملش مسؤولية لأنه داخل في أحد الأسرة كبيرة فيها الجد فيها الحماد فيها الشيخ فيها الإخوة الكل تتكلف يعني بهذه الأسرة كين طبعا إشكال مادي وتي تعتبر الإشكال المادي هو أهم يعني عائق اللي تأخرسي الزواج بالإضافة إلى الخيار ديال إتمام الدراسة إذا كان القصد من هذا الزواج قصدا شرعيا لا بد أن ترعى هذه المسائل أن يكون الأمر مبنيا على التسهيل المهم أن يعيش الزوجان في ود ومحبة وتكامل وتوافق وسعادة هذا هو الأهم وهذا هو الغرض الأسمى الذي ينبغي أن نحرص عليه إذا كان الاعتبار المادي حاسما أكثر من غيره في الإقدام على الزواج أو الإعراض عنها فقد طالت عزوبية كثيرين بقرار سيادي بسنوات تجاوزوا وتجاوزنا عتبة الثلاثين عاما دون أن يبادروا وتبادرنا لركوب قطار جعله المجتمع بمواعيد محددة وبعيدا عن إصدار أحكام القيمة في حق العازب والعازبة يجد المختصون للقرار كل التفاسير في بعض الأحيان الصورة التي لديه الإنسان على الأسرة تكون صورة سلبية لماذا؟ لأنه الصغر كان تفكك أسري كبير جدا وبالتالي الأسرة صبتت عنده في اللوعي بصداع بالنجير بالمدابزة بقلة الراحة بكذا بكذا هاتش عاشو مني تعيشو ما تقدرش يتخلص منه توقع لواحد النوع من التثبيت على صورة معينة لتي صعب أنه يتخلص منها في بعض الأحيان تكون بعض البنيات النفسية اللي ما تتقدش تحمل المسؤولين تكلموا مثلا على الشخصية الاعتمالية أو الشخصية اللي تتعيش وحد أنشما فيزيونال مثلا نسميه بعلاقة عاطفيا صهارية تتلقى البنت من صهرة عاطفيا مع الأم ديالها أو لا نولد مع الأب دياله أو كل واحد مع أحد الوالدين ولدان تتيل هوية ديالتو هي نفسها هوية ديال الوالدين دياله تفاسير وتبريرات من بين أخرى قد تقف وراء التأجيل أو الإدراب عن الزواج لولا أن موقف عديدين في الآونة الأخيرة بات مؤسسا على قناعة فكرية ما الجديد بعض الأفكار أو نقول واحد الإنسان مقسانع بمنظومة فكرية معينة تآمن بأنه عنده الحرية التامة فأنه مشكلش أسرة الأسرة ليست بالضرورة هي المسار الطبيعي ديال المجتمع وديال المسار ديال الإنسان يمكن إنسان يكون أسرة يمكن إنسان ما يكونش أسرة فهو تآمن بالحرية المطلقة وهذا هو الجديد في المرحلة الحالية قرار أفراد يؤثر حتما على بنية مجتمع نواته الأساس أسرة قوامها زوجان وأبناء من تصدع بنيان المجتمع وشيخوخة هرمه السكاني يدق مناهد والعزوبية متى طالت يدقون ناقوس الخطر إذا أعزوف يتخوف من أن يبلغ مبلغ الظاهرة تصف بعض الدول بأنها دول العجائز دول كبار السن فهذا سلبية لا ينبغي أن تكون في مجتمع مسلمين متحضرين ينظر إلى الأمام ويخطط إلى ما يرتقي بهذه الأمة وبهذا المجتمع وبهذا الوطن فينبغي على كل حال التشجيع على الزواج والزواج المبكر ما توفرت الاستطاعة إلى ذلك بين حرية الفرد في التخطيط لحياته الخاصة وحق المجتمع عليها تنقسم الأراء حول العزوبية الاختيارية القرار المرفوض من طرف فئات واسعة والمتحفض عليه في أفضل الأحوال مواقف من القرار وصور نمطية تجاه من اتخذوه بدلا من السعي لفهم منطقه وتواعيه اشتركوا في القناة